بعد انتظار دم أكثر من ستة أشهر أفرجت وزارة المالية عن المخلفات المالية المتعلقة بالترقية في قطاع الصحة مما سيسمح بترقية 83 ألف مستخدم للقطاع ينحدرون من تسع أسلاك على رأسهم الأطباء العموميون والأخصائيون النفسانيون الشبه طبي القبلات أعوان التخذير والإنعاش والبيولوجيون حيث سيستفدون من مخلفات مالية تختلف من سلك إلى آخر ويتعلق الأمر بالمستخدمين الذين أجروا امتحانات الترقية في شهرين ماي وجوان الفارط وجاء قرار الاستفادة من مخلفات الترقية في إرسالية بعثت بها وزارة المالية لوزارة الصحة بعد تجميد المراقبين الماليين صرف المخلفات المالية حيث رفضوا التأشير على قرار الترقية وحسب الإرسالية فإن الترخيص الاستثنائي يتعلق فقط بالترقية عن طريق الامتحانات والمسابقة المهنية ولا يشمل الترقية بعد التسجيل في قائمة التأهيل وانقضاء أجال الرخصة الاستثنائية التي تخص السنة المالية 2014 رغم أن الوزير الأول عبد الملك سلال أعطى شهر نوفمبر الماضي تعليمات من أجل الشروع في تسوية وضعية الموظفين الذين تمت ترقيتهم بطريقة آلية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب إذن هل ستكون هذه الزيادات كفيلة بتهدئة جبهة عمال الصحة قبل الإفراج عن قانون الصحة الجديد؟